صباح الخير. كيف حالكم يا حلوين? بداية باللغة العربية. بدي احكي ايش اخدنا بحصة التيمز اول مبارح للطلاب اللي ما شاركوا معنا. قرأنا الدرس حبايبي. وحلينا التدريبات صفحة واحد وستون. وصفحة اثنان وستون. سهلين كتير. ما فيهم شي. هون اخترنا الحرف المناسب وحركة الكسرة. وهون وضعنا الالف الممدودة. وهون حبايبي وضعنا معاني الكلمات. وهون الكلمة وضدها يعني عكسها. وهون كونا من من كلمة مستقبل. فكفكنا الاحرف. وكونا المطلوب ما هو مطلوب كلمات جديدة. تمام? هلو الطلاب اللي ما حضروا معنا التيمز احنا حلينا لغاية صفحة اثنين وستين. اليوم حبايبي بدنا نحل صفحة تلات وستين. كلنا نفتح الكتاب صفحة تلات وستين. ونكتب متل ما تعودنا اليوم والتاريخ. اليوم هو السبت. تاريخ اليوم اثنان ولا عشرون من تشرين الثاني لعام الفان وعشرون. تمام? ونقرأ السؤال اول. املأ الفراق على نمط المثال. وطن او طان. وطن واحد مفرد او طان جمع. تتذكروا اول ما بلشنا في المدرسة. اخدنا نوع من انواع الجمع وهو جمعة تكسير. حكينا جمعة تكسير. هو عندما تتغير ترتيب الاحرف يا اما بزيد احرف او بنقص احرف او بغير ترتيب احرف الكلمة. هون وطنن زدنا لها الالف والالب النص الممدودة. او طانن. هذا يسمى جمع تكسير. لانه فيه انواع مختلفة من الجمع باللغة العربية. فيه جمع مذكر سالم. فيه جمع مؤنة سالم. فيه جمع اسمه جمع تكسير. هذا الجمع اللي بتتغير فيه ترتيب حروف الكلمة وبنزيد له احرف. وطنن او طانن. قلمن واحدن. ما جمع? هنا طبعا هذا العمود كله مفرد. نكتب فوقه كلمة مفرد. اوكي? وطنن او طانن. قلمن. ما جمع كلمة قلمن? اق. لا من. ما بنسى تنمي نضم. احسنتم. علم واحد. اعلام. اعلام. احسنتم. ولد واحد. اولاد. وجميعها كما اخبرتكم جمع تكسير. اولاد. كما. هنا حبايبي. اكمل على نمط المثال. مما بين القوسين. ثم اقرأ. ان اركب. ان ازور. ان اشرب. ان اقرأ. نرى حبايبي. مثلا هنا. احبوا ان اصبح طيارا. كلمة اصبح. فعل ولا اسم? اصبح. طبعا هي فعل. طيب ما نوع هذا الفعل يا ثاني? اصبح. ليس اصبح وخلص. اصبح. الان فعل مضارع. برافو. طيب يا مزدانة انت حكتين ان الفعل المضارع حركة الضمة. ليش هون حطوا الفتحة? آه لازم اتطلع على قبلها. ليش حطوا قبلها? ان. ان. مين بقعرف اش هي ان حبايبي? هلا ان باللغة العربية بسميها اداة نصب. اداة نصب. اوكي? هلا هاي اداة النصب حبايبي. لما يجي بعدها الفعل المضارع بعدها بتتغير حركته. من الضمة للفتحة. ان اركبها. هلا لو الحالها اركبوا. مكتب ضمة. بس لانه اجت قبلها ان فصار في عنا اه اه فتحة. حركة الفتحة بدل الضمة. هلا هذا مش بطلب منكم حبايبي. لانه لساتكم صف تاني راح تاخدوه ان شاء الله بستكبروا صف تارة رابع. اه حروف النصب وكل هاي الامور قواعد اكتر. بس انا بهمني تعرفوا ان لوش هون حطينا فتحة بدل الضمة. لانه سبقها اداة نصب وهي ان. تمام? وبرضو هون بدي ادى احكي لكم شغلة. اركبا اشربا ان. كلهم بدوا بدأوا بهمزة قطة. همزة قطة لانه في الالف عليها همزة. وهذا ما يسمى همزة قطة. احب ان اصبحا طيارا. تمام? هلا احب كتابا. كلمة كتابا. ان اركبا? ان ازورا? ان اشربا ولا ان اقرأ? طبعا ان اقرأ. باجي باكتبها هون. ان وما بنسى السكون. والهمزة ان اقرأ. وفتحة. تمام? لازم نحط الحركات. احب صديقا. هلا خلصنا هنا ان اقرأ باشتبها. اركبا ازورو اشربا. اكيد انا بحب ازور اصدقائي. فبنكتب هنا ان ازور صديقا. اخر واحدة احب قطارا. زورو خلصناها. اركبا. ولا اشرب القطار بنشرب? اكيد لا. هاي زيادة. فهون احب ان اركب قطارا. طبعا والقطار هو وسيلة من وسائل النقل. اه على سكة الحديد طبعا بمشي. ان اركبا. هلا انت بتقدر تضيف جبلة من عندك على كلمة ان اشربا. مثلا احبوا ان اشربا الحليب. احبوا ان اشربا كوبا من العصير. اي شي حبايبي انتو بتحبوه. هنا حبايبي هاد رح اشرحه. اشرح كامل ان شاء الله الحصة الجاي. اللي هو لما نضيف واو ونون على الكلمة وتصبح جمع. هلا اي كلمة بتنتهي بواو ونون او ياو ونون اسمها جمع مذكر سالم. نستخدمها للاشياء المذكر. تمام? وبتصبح الكلمة جمع. يعني هون القادم شخص واحد قادم مفرد. لما زدنا له واو ونون صار مجموعة قادمون. وهذا ما يسمى جمع مذكر سالم. هلا جمع المذكر السالم مش بنتهي بواو ونون. كمان بنتهي بياو ونون. القادمين او القادمون. بس هنا الامثلة كلها على واو ونون. فهذه الكلمة القادم مفرد. والقادمون انتهت بواو ونون. هذا النوع جمع مذكر سالم. تمام? رح اشرحه بالزبط. حصة كاملة لحق له. هلا كلمة المعلم ماذا تصبح المعلمون وهي جمع مذكر سالم بس زدوا ونون ماما. العامل عامل واحد مفرد. العاملون. الناجحو. الناجحون. المسافروا واحد. المسافرون جمع مذكر سالم. وطبعا في كتير كلمات مهندس مهندسون مزارع مزارعون نجار نجارون الى اخرى هاي كلها بسميها جمع مذكر سالم. بس حبابي مطلوب من نحل هاي الصفحة تلات وستين. ورح ارزلكم صور هدول الصفحات عشان الطلاب اللي ما شاركوا معنا بالتيمز يحلوهم بس انتم معظمكم حلتوها معي بحسة تيمز. ويعطيكم الف عافية.